السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم الواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الجزء رقم 10 من الفصل السابع سنتناول الحديث عن النيكل والكوبالدالويس أي سباك النيكل والكوبالدالويس بالحقيقة النيكل والكوبالدالويس يستخدموا في الألقات أي للحماية من التأكل الكيميائي أي أنه يستخدم في المقاومة أو الاستخدامات التي تتحمل درجات حرارة عالية أي أنها تقاوم الحرارة العالية وهذا راجع إلى أن درجة انصهار هذه المواد عالية والسرينس أيضا لها عالية يوجد في الحقيقة الأمر مجموعة أيضا أو عائلة من عائلات النيكل والكوبالد تسمى بالسوبرالوي وسوبرالوي أي السبائج الفائقة الخواص وهي عبارة عن أجروف نيكل آيرن نيكل هذه العماصر أو هذه المجموعة في الحقيقة يعبار عن مجموعة النيكل أو مجموعة الايرن مع النيكل أو مجموعة الكوبالدالويس وهي لها صفات استثنائية كالآتي هيت رزيستنس أي أن صفاتها مستقرة حتى عند درجة حرارة عالية وبالتالي هي تقاوم الحرارة كريب رزيستنس أي أنها تقاوم الزحف والزحف هو عبارة عن تعرض الماتيريال إلى قوة شد وهي تحت درجة حرارة وآخر شيء أنها كوروجة رزيستنس أي أنها تقاوم التآكل الكيميائي شكرا